ازيكم يا جماعة عاملين يا رب كلكم تكونوا بخير الفيديو بتاعنا النهاردة هو فيديو ترشحات الافضل موبايلات في الفقة السعرية بتاعت الالفين جنيه والالفين وخمسمة جنيه شايفك اللي هتسألني دلوقتي وتقول لي طب فين الترشحات بتاعت التلات تلف جنيه والاربع تلف جنيه والخمس تلف جنيه قولك انت رصبرت على رزقك وتقولت لك من غير ما انت تسألني لكن برضا هقولك اناك عشان اعمل الفيديو ده وتلاعها حالو كان قدام حلين الحل الاول ان عملك الفيديو مدتع 10 دقايق بس هقولك اختيار واحد بس في كل فقة سعرية مش اختيار تاني وهعملك الفيديو مدتع 10 دقايق واقولك افضل بات من الفين جنيه حتى ستة تلف جنيه وطبعا مش هقدر وصلك للي انت عايزه ومن فعش اقولك اختيار واحد بس في كل فقة سعرية لان في ناس بتبقى مش حبة لبراند ده مش عايزة من البراند ده فما قدرش هكبرك انك تجيب منه. فلازم احط لك اختيار واتنين وتلاتة في كل فأسعرية. وعشان اوصل للحل التاني معك وحط لك اختيار واتنين وتلاتة واربعة في كل فأسعرية. ووضح لك الدنيا كلها مشت زي بقى المدة فيديو موكو توصل معنا لتلت ساعة ونص ساعة. وطبعا حاجة مستحلة جدا جدا بالنسبة لي عشان انا بحبش الفيديوهات المدتها طويلة. عشان خاطر انا ما بحبش الفيديوهات يبعمل لي منها بسرعة وعشان خاطر المشاهد برضو مش هيقدر يكمل فيديو مدة اكتر من تمن دقايق او تسع دقايق. فوصلت معكم للحل الامسل ان هعملكم افضل مبيلات من الفين لحدة ستة رف جنيه بس مقصمة على تلات اجزاء. عشان خاطر اعملك مدة الفيديو سبعة دقايق او تمن دقايق زي ما بتعودين معنا. وبرضو عشان رفاح ماك يدينا ماشي ازاي وحط لك اكتر من خير في كل السعرية ووصلك للي انت عايزة. كفاية وكتر كلام بقى. ويلا بنا نبدأ الترشيحات بتاعتنا. يجي هنا بالفاعة بتاعت الفين جنيه. وفي المركز الاول باستحقاك وبجدارة وكل حاجة في التاريخ. شوامير ميناين. شوامير ميناين تصميم بلاستيك شاشة نوتش دروبوتر ستة ونصف بوصة من نوع اي باس بدقة فول اتش دي بلاس وما فيش غير الشاشة دي السعرية دي. اللي هي فول اتش دي بلاس. شاشة محترمة جدا جدا. اه اندرويد تن مع اتنين وتتين جيجا زاكرة وتلاتة جيجا معالج خمسة وتمانين بصمة خلفية زاكت فسال نوك. سماعات قوية جدا جدا. بطارية عشر خمس تلاف ملي امبير. هات كفيك حوالي عفر تحاس شاشة مفتوح. هاتش حانها في تلات ساعات بس بالشحن عشر وتجاية مع الموبايل. اه في دارك مود في الموبايل. الكاميرا خلفية ربعية ترات عشر رئيسية وتمانية تصوير واسع وخمسة مكرا وتنين اللي هي العزل. الكاميرا السيل في تمانية ميجا بيكسر. الموبايل محترم جدا جدا. افضل موبايل بقدم لقيمة مقابل سعر فأس سعرية دي. الموبايل ده النسخة دي له اتنين وتتين جيجا زاكرة وتنين وتتين جيجا لام سعرها الفين ومتين جينة مصري. وليه يتبع على ما خرج مصر سعرها بالدولار مية واربعين دولار. هو الموبايل برشح لك في المركز الاول. مش عايز شاومي. هرشح لك في المركز التاني بعده هو مش ريلمي سي سري اي. الموبايل ده طبعا تصميم بلاستيك شاشة نتشود روبوتر بس مش فول اتش دي. اتش دي بلاس اه معالج مدية جي سبعين مع اندوريت تن. اه بصمة ما فيش بصمة خلفية لكن في فسال نوك. سماعات محترمة جدا. بطارية خمس تلاف مليل امبير هتكفيك اليوم كله بكل اريحية. هتشحنها من روحة بس انتوناها مش شحن العاش فرات الجيل مع موبايل. في تلات ساعات موبايل حلو. اكيد مش بقدمنا القيمة وقابل سعر زي. لكن انتو مش هتجيب شوان مريد موناين. يبقى خليك في الموبايل ده محترم جدا جدا مش هأثر معاك خالص. هيجي واحد دلوقتي يقول لها ما انا مش عاوز شوامي انا عاوز ريلم. انا بحبش لبرندات الجديدة. انا عاوز برند قوم معروف وكل ضمانة بتاعه محترم. عاوز واو او او سامسك. ما بحبش لبردات جديدة. اقول لك خلاص عم فكك من ريلم وشو فكك من شو ما ده انت مش حبيبهم وخليك معايا فواب واي سيكس بي اللي بيجي معنا في المركز التالي بتاعنا النهاردة. واي سيكس بي موبايل محترم جدا جدا. اي نعم بقدمناكش قيمة مقابل سعر. زي شوامي ريد موناين او بسبب معالج بتاعه اضعف منهما لكن ظل الموبايل محترم المهام الخفيفة. مش للعاب التقيلة. تصميم بلستيك شاشة نتشو دروبوتر هي بتيجي بحجم ستة وتان عشر بوصة بدقة بس بس بفيش سعرية دي غير شوامي ريد مو ناين فيش غيره. اه موبايل بيجي بميديا تيك بي اتنين وعشرين واجهة طول اصدار التاسع اندرويد ناين اه اه نسخة واحدة اربعة وستين جيجا زكرة مع اربعة جيجا رام سماعات سطحة قوية جدا جدا بطارية خمس تلاف ميلي امبير هتكفيه كلهم كله بكل ارياحية هتشحنها في ثلاث ساعة بالشحن عشوتي جايل مع الموبايل كاميرا خلفية سرسية تلتعشر رئيسية تمانية تصوير واسعة اتنين جيجا العزل اه كاميرا امامية تمانين ميجا بيجسل سماعاتها الصوت محترم جدا موبايل محترم ما فيش فيه اي مشكلة او من براند الناس كلها بتحبوا الناس كلها بتصق فيه هو واوي واوي سكس بي نسخة واحدة اتنين اربعة وستين جيجا زكرة مع تلاتة جيجا ومسعرها الفين ومئتين جنيه والبي طبعا من خرج مصر سعالها بالدولار هيكون مية واربعين دولار هيجا واحد يقول لي يا عمه طب ما فيش حاجة اللي انا بحب سامسونج انا عاوز من سامسونج انا من الفنزي بتوع سامسونج قولي حاضر يا غالي طلبك عنده مش اصر معاك ويجيب لك اخ موبايل مع الفئة السعرية دي وبيجي في المركز الرابع هو سامسونج اه موبايل بيقدم لك قيمة مقابل ساعة محترمة مش زي طبعا اه للمساسر اي او شو مريد مونين لكن اللي بيروح يجيب لسامسونج بيكون حابب لبراند ده وعارف انه يجيب مصافات وامكانة قليلة بصوح حابب لبراند ده. الموبايل اللي بيجي بتصميم بالاستيك بشاشة السوق اللي هي عالجانب ستة وربعة ماشرة بوصة بدقة اتش دي بلاص اه معالج سناب درجود ربعة مئة وخمسين اه اه محترمة جدا جدا واقعة بتاعتوفيها اوبشن كتير سماعات قوية جدا بطارية اربعة تلف مليا امبير هتكفيكو اليوم كله تشحنها في ثلاث ساعات بالشاحن الخمسة افر وترجيه مع الموبايل منفذ الشاحن تايب سي كاميرا خرفية سلسيات ارتاشر ميجابيكسل رئيسية وفي خمسة ميجابيكسل تصوير واسع واتين ميجابيكسل العزل قياس العمق والكاميرا السلف هي تكون تمانية ميجابيكسل موبايل محترم جدا جدا وبقدمنا قيمة مقابل ساعة متوسطة نصها واحدة من اتنين وتتين جيجي جزاكنا مع تلاتة جيجا رامو دي هيكون سعرها الفين ومتين جيني مصري والدول راح يكون سعرها بدولار مية واربعين دولار سيباكوا الفاء السعرية بتاعت الالفين جنيه والله بنوح الفاء السعرية بتاعت الالفين وخمسمائة جنيه او هنا هي جمعنا في المركز الاول برضو شاوم ريدمي ناين هنا بقى هرش راح لكم النسخة الكبيرة الاربع وستين جيجا زاكرة مع اربع جيجا رامو برضو بتقدمنا القيمة مقابل سعر بتصميم بلستيك شاشة نتشو دوبوتر ستة ونص بوصة بدقة فل اتش دي بلس من نوع اي بي اس اه معالج جيجا خمسة وتامنين مع انضرية في درق في اوبشن درق فوت في الموبايل سماعات صوتها قوية جدا بطارية خمس تلاف ميلي امبير هتكفيك اليوم كلك تحنا في تلات ساعات كاميرا خرفية سولة ربعية ترطع فرقسية تمانية تصور واسع خمسة مقرية اتنين ميجا بيكسل الدبس القاس العمق اللي هي العزل الكاميرا الاممية ميجا بيكسل موبايل محترم جدا جدا مش اصل معك في اي حاج وبقدمنا القيمة مقابل سعر بكل ما تحملوا الكلمة من معنى رشح لكم النسخة الكبيرة اللي هي اربعة وستين جزاكة مع اربعة جيجا جرام هيكون سعرها الفين وخمسمائة وخمسين جيني لمصر هيكون سعرها بالدولار اللي بيكتبعنا خارج مصر بالدولار راح يكون مية وستين دولار ده افضل موبايل سعرية بتاعت الفين وخمسمائة الجيني مش حابب الموبايل ده طبعا مش عاوز شومي مش حابب راندي شومي هقول لك في المركز التاني بيجي معانا مش ريلمي سيسري مش ريلمي سيسري بس الموبايل تصميم بلاستيكي شاشة نتشو دروبوة تراتة من عشرة ستة مص بوصة شاشة محترمة جدا اي نعم مش فول اتش دي لكن تظل شاشة محترمة معارج ميجا اللي موجود في ريلمي سيسري معارج ميدي تك جي سبعين معارج حلو جدا مع اندوري تن واجهت ريلمي ريلمي في الموبايل في بصمة خلفية في سماعات صوتة قوية جدا بطارية خمس تلف ميلا امبير هتكفي كلهم كله كل اريحية شاحن تايب سي بط شاحن عشرة وقت بشحن لك البطارية في ثلاث ساعات معبولة في الفئة السعرية دي والمحترم جدا جدا كاميرا خلفية سلسية ترت عشرة رئيسية تمانية تصوير واسعة اتنين ميجا بيكسل قاس العمس العمق الهيديبس بتاعة العز اه كاميرا سير في تمانية ميجا بيكسل كاميرا سير في مش افضل حاجة لاكتصال متوضعه حلوة جدا في السعرية دي العشرة هكون نصخة الوحيدة من الاربعة وستين جيجا زاكرة مع تلاتة جيجا راومة هكون سعرها الفين وقمسمائة جينا مصري يعني بيتابعنا من خارج مصر هكون سعرها بالدولار الفين آآ آسف هيكون سعرها بالدولار مية وستين دولار في المركز الثالث واوي واي سيفين بي معالج محترم جدا جدا الموبايل ده انا اعرف الناس شخصيا مسك الموبايل ده وبتفكر فيه الجامد وموبايل حلوة جدا جدا الموبايل ده بيجيب تصميم باليستيك الشاشة اللي هي بتجيب سوق مع الجامب آآ بنش هول ستة ونصف بوصة آآ اتش دي بلاس معالج كرن سبعمية وعالف را محترم جدا 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 السعرية دي بصمة خلفية في آآ آآ وهيتحدث لاندوريد تين سماعات صوتها قوية جدا بطارية أربعة تلاف من الأنبير هتكفيكنهم كل بكل الاريحية شاحن عشوات مش حلاك البطارية في تلات ساعات سماعة صوتها قوية جدا آآ كاميرا خلفية تمانية واربعين ميجابيكسل محترمة جدا الكاميرا دي في السعرية دي آآ كاميرا تمانية ميجابيكسل تصور الواسع وتنين ميجابيكسل اللي هي العزل والكاميرا السلفي تمانية ميجابيكسل موبايل محترمة جدا مش فيش في اي مشكلة وبيقدمنا قيمة مقابل ساعات المهم من معنى رشح لكم نصخة الكبيرة اللي هي ربعة وستين جزاكرة مع ربعة جيجا رام هيكون سعرها الفين خمسمية وخمسين جيني لمصر هيكون سعرها بالدولار اللي بيكتبعنا خارج مصر بالدولار راح يكون مية وستين دولار درشح لكانها سامسونج موبايل محترم جدا جدا بتصميم بلاستيك الشاشة هي الست ونصف بوصل هي بنشول سوق باع الجنب ومعالج سناب درجنا ربعمية وخمسين سمعة بصمة خلفية في فسوة النوك سمعت صوتها محترم جدا بطارية آآ خمس تلف ميلي امبير هاتك في كلهم كله شاحن خمسة عشر واتف السعر دي بشانك البطارية في ساعة المنص فيش ادنى مشكلة كاميرا خلفية سلسية ترات عشر رئيسية تمنية تصوير واسعة اتنين ميجا بيكس العز تمنية جويسة تصوير السلفي هيكون سعرها الفين خمسمية وخمسين جيني لمصر هيكون سعرها بالدولار اللي بيكتبعنا خارج مصر بالدولار راح يكون مية وستين دولار انا رشحت لك في الفئة السعرية بالان وخمسمة جنيه اربع موبيلات رشحت لك الفئة سعرية بتاعت الآلفين جنيه اربع موبيلات دا اني انا ج netsai كتpool جدا فيه عشان خاطر اطلع لك افضل موبيلات بقدمولك قيمة مقابل سعر بكل ما تحملواواLo´ك المال معنى صدقنا دول افضل اربع موبيلات في الاسعرية بتاعت الارفين جنيه والأرفضل اربع موبيلات في الاسعرية بتاع الالخمسمة جنيه ووصلنا بقى لنهاية الفيديو وخلاصا رشي احضركم كل حاجة انت عاوزين تعرفوها في التاريخ. انا فعلا قدمت لكم افضل ثمن موبايلات في الفئة السعرية بتاعت افين جنيه وخمسمة جنيه. وصلنا بالنهاية الفيديو. اشوفكم فيديو جاي بازن الله. افضل موبايلات الفئة السعرية بتاعت التلات تارف جنيه والتلات تارف وخمسمة جنيه. لايك سبس كرايب. فعل زر جرس اشوفكم له جديد. اريد بنزلوك العادة. انا معكم سيد ابو زيدو شكو بود جديد بازن الله.